نهارده انشاء الله حكلمكم عن موضوع الكميتي جاورنس عن المانجمنت مبدعيا نعرفكم بنفسي انا هرانش والسيد انا كلينيك البتولوجيست سي بي اتشي كيو سيرتفايد سيك سيجما مستر بلاك بيلت مستروف هيلتكير كواليتي مانجمنت اي بي كواليتي مانجمنت في المدينة هيلتكلاستر بيشن سيفتي اندريسك مانجر واخريديشن منجر في مستشفى الملك فهد في المدينة ليه اخترت النهاردة اكلمكم مع الموضوع الكميتي مانجمنت الكميتي مانجمنت طبعا مبدعيا هو حاجة مهمة جدا for effective communication in each facility او في اي مكان في organization ده غير طبعا ان في الاخريديشن فيه standards كتير related الكميتي يا اما administrative او medical committee لو بصينا هنا دلوقتي عندنا لو بصينا للصورة دي هتلاقي مثلا ليه احنا بنقول يبقى فيه committee يبقى فيه meeting يبقى فيه effective communication هتلاقي مثلا كل واحد في المستشفى او في الادارة عنده فكرة في دناغه او عنده objective عايز يعمله او فاهم اي معلومة او عنده اي KPI هو اللي عارف المعلومة دي لما بيحصل اكيد بيحصل تواصل بين الناس في الاقسام او في الاجتماعات الصغيرة او هم انو بيتقابلوا هم انو بيشتغلوا مع بعض ده بيمثل يعني part من الcommunication part of verbal communication طبعا في اللي احنا شايفينه هنا في الصورة دي فيه more and more effective communication الناس فيه هارموني بينها ما بين بعض وقاعدين وفيه يعني فيه more engagement وmore effective communication ليه خطيت المقدمة دي عشان اقول ان الcommunication هو اللي بيضبط اي structure اللي بيهلب اي governance عشان ادير اي مؤسسة ادير اتخذ اي قرار يكون صحيح طيب الcommunication فيه منه verbal communication وفيه منه documented communication طبعا documented communication بيبقى على شكل letters report meetings كل دي documented communication بيبقى مطلوب من اي accreditation ويطلب منه يبقى فيه documented verbal مني اللي بيش الهداعي تمام ده يعطب رئي vertical communication فيه النوع التاني communication معنش معنش فيه حد بفتح المايك طيب الhorizontal communication بيبقى بين الاقسام وبعضها بين المستشعات وبعضها يعني حاجة تكون في نفس الليفل among the same level in the organization تمام بين قسمه التاني بين يونت والتانية ده بيبقى horizontal communication طبعا كل الcommunication اللي بتبقى في الهيلتكيرف فاسيليتي شوت بي documented لان ده احنا بنرجع له عشان نتأكد ان كل حاجة documented عشان نعرف ناخد قرار صحيح في الوقت المناسب طيب ليه كوميتز طب ليه ما عملش اقتماع بسيط ليه ما عملش حاجة مثلا hand off او اعمل هادلز الكميتيز are a key part for communication and decision making process however committee have associated time and cost so it should be established in a way انها تبع effective وانها تداد value في الديسيجن ميكين وقتنا في المستشفى وفي الهيلتكير فاسيليتيز الوقت ده محسوب ليه كوست وليه اهمين فاذا ما كانتش الكميتيز تترتب بالشكل الصح وتعقد بالشكل الصحيح ويكون فيها والجود مانجمنت للكوميتي هيبقى ده احنا كده بنضيع وقتنا او ممكن يبقى حصل كوميتي بشكل ممتاز جدا بس ما حصلش documentation في بالتالي الناس قعدت نقشة مواضيع مهمة خدت قرارات مهمة تبادلوا حاجات تفيد المؤسسة او الفاسيليتي اللي هم فيها بس ما عملوش documentation لو الكلام ده ما تعملش management و documentation ليه بشكل صحيح كأننا ما عملناش حاجة طيب امتى اقول ان الكميتي دي effective ان الاجتماع اللي انا عملته والمالتي دي سبليناري تيم اللي اجتمعوا مع بعض ده effective meeting الeffective committee لما بيكون عندي appropriate membership اهم حاجة في الكميتي عشان تكون نجحة ان انا اعمل تشكيل صحيح لها تشكيل صحيح من ناحية ايه ان انا اختار الجود representative عن كل ممثل انا محتاجه يعني على حسب كل function الكميتي كل الكميتي زي ما احنا عارفين لها function فانا لازم اختار الممثل الصحيح من ناحية ايه من ناحية representative department اللي انا بكون منه الكميتي members بتوعي وفي نفس الوقت character بتاعت الشخص character member اللي بيحضر معنا meeting تمام؟ ليه لان ده في الاخر كل ده بيساعد ان انا اعمل good meeting وبالتالي اخد good decision في الوقت المناسب ليه لان ساعات بيحضر عندي member يكون انا مثلا سيه هنقول ايه كوميتي نحط مثال مثلا لجمة العمليات عندنا في المستشفى ال operation room committee لو جبنا member ما يكونش لي effective rule في العمليات يكون مثلا رئيس قسم العمليات او نائب بتاعه او quality design جنيه فيه انا ساعات بجيب member لو هو بس احنا بنعبي بس في كده members وخلاص انا ببقى محتاجة decision يعني مسلا بس عمليه يبقى لا عارف المعلومة او ممكن يكون عارف المعلومة مش عندوش authority ان هو يقولها او كمان ان هو يكون عندو authority يقولها بس في الاخر او 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 يعني ما ياخدش decision ما عندوش authority ان هو ياخد decision او كمان ان هو يعني يعني يكون خايف ان هو يتكلم ما عندوش يعني تمام فلازم انا اختار الممبر الصحيح بال character الصحيح امتى عارف ان ال committee بتاعتي دي فيها مشكلة وانا محتاجة اعمل لها reformulation لو فيه in appropriate or member يعني زي ما قلنا دي character بتاع الممبر يقول ineffective او disoriented او weak member لما يكون الميتنج اتعقد وما كانش فيه أجندة يعني ما كانش فيه أجندة بإنفتيشن قبله ده بالتالي كده نفس الحكاية بيحصل أن الممبر جايه مش عارف أصلا حينقش إيه أو الشير مش عارف الأجندة فيها إيه أو ساعات يبقى فيه أجندة تبقى very very poor أجندة محطوط فيها تايتل بس مفروض أن الـ content نفسه بتاع التايتل يتبعت ليه الممبرز قبلها عشان يستعدوا ويقروها ويبقى عندهم كمان collecting data اللي حتفيدهم في الـ discussion عشان ياخدوا decision late circulation نفس الوقت أنا لو جهزت المتيريا لو بعتها في وقت متأخر كأني ما جهزتاش لأن الناس مش هتلحق تقراها أو مثلا فيه حاجات بتجهز وقت الميتنج نفسه تمام؟ فده برضو يبقى effective committee أنا بضيع وقت وبقلل من بقلل من يعني من جودة والaccuracy بتاع decision اللي بتاخد البولري briefed chair الchair بتاع الcommittee هو أهم واحد في الcommittee chairman chairman which should be have the authority and responsibility وكمان في نفس الوقت ان هو يكون عارف بالزبط مهام اللجنة بتاعته ايه من الممبرز وكل واحد بايه دور في اللجنة وايه الاجندة عندي وكون اوريينتت بكل الاتم سفاق الاجندة انت كلين انت طبطت حرمتان او كل اه اه حاجة انا هنقشها في الاجندة هتاخد مني وقت قد ايه? عشان يبقى فيه وبالتالي انا مضيعش وقتي وفي الاخر اوصل ان انا اه بطلع بالرزلت اللي انا محتاجاها.